من الفرات إلى دجلة ومن الأهوار إلى البحيرات والأنهار وعلى امتداد الخريطة المائية العراقية تبخرت مياه بلاد ما بين النهرين وتلاشت الأمل التي عقد العراقيون عليها بريق أمل في أن تكون حلا ينقذهم من فقر وجوع وخسارات التصحر الذي يلتهم أكثر من 70% من مساحات الأراضي الزراعية في البلاد تتسع مساحته يوما بعد يوم دون حلول جذرية من الداخل العراقي أو من تركيا وإيران المعتديتان على الحق المائي العراقي بحسب تقارير رسمية تلتقط كاميرات درونز في سماء العراق وبمساحات شاسعة مشاهد مرعبة لعراق بات مجردا من اسمه التاريخي بلاد ما بين النهرين يكشف تقرير لنيورك تايمز مخاطر انبثقت عن كارثة الجفاف يقول التقرير أن تداعية نقص المياه على المجتمع خطيرة جدا لدرجة تآكل العلاقات الاجتماعية يتشرد ألاف من الناس كل عام إلى مناطق صناعية للبحث عن فرص عمل بعد خسارتهم لأراضي زراعية باتت قاحلة في الواقع الاجتماعي تحول المشهد إلى صراع البقاء إذ تندلع اجتباكات دامية بين مزارعين ومربي مواشي خشية وصول قطعان الماشية إلى محاصيل زراعية بعد أن جفت المياه وأراضي الرعي تقدر خسائر القطاع الزراعي والمواشي والأسماك بالمليارات إذ أعلنت وزارة الموارد المائية سابقا عن تشفيف مئات بحيرات الأسماك لمواجهة شح المياه وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات وأفقا لوزارة الزراع فإن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال عام 2022 تراجعت من 11 مليون و600 ألف دنم إلى أقل من 7 ملايين دنم وهي أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر